تحت رعاية قدس الأب الدكتور جهاد شويحات القائمة بأعمال النائب البطرياركي للاتين في الأردن أقامت شبيبته يسوع الملك اللاتين في منطقة المصدر شرق العاصمة عمان إفطارها السنوي قبل حلول الصوم الأربعين المقدس وأيضا بمناسبة عيد القديس يوسف شفيع الكنيسة العامة ويهدف هذا الإفطار الذي حضره سعادة السفير البابوي في الأردن المونسينيور جوفاني بيترو دالتوزو وكاهن الرعية الأب سليمان شوباش هو الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورستات الأردن وفلسطين وعدد كبير من أبناء الرعية والمدعوين لدعم نشاطات الشبيبة وخدمتها الرعوية وهذا الإفطار اللي بتقيمه الشبيب للسنة الثانية على التوالي هو فرصة حتى فيها نجتمع كأبناء رعية يسوع الملك المصدر المتشرين في كل عمان كنيسة الأم في عمان حتى نكون مع بعض عيلة واحدة وكنيسة واحدة اللي هي جسد المسيح نتذكر إنه مش الكنيسة الحجر اللي بتجمعنا ولكن إحنا الحجارة الحية اللي بنجمع الكنيسة ومنبني الكنيسة فمنشكر قناة نورستات على تغطيتها الإعلامية منشكركم جميعاً صلوا لنا وإن شاء الله صوم مبارك للجميع